تعتبر جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل إيباك من أكثر جماعات الضغط تأثيراً على السياسة الخارجية في الولايات المتحدة لكن لقاء اللوبي السنوية ينتهي هذا العام بعد فشله في إقناع المشرعين الأمريكيين بتمرير عقوبات إضافية على إيران إنه أكبر تجمع للجالية المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة حيث حضر المؤتمر السنوي للإيباك هذا العام أكثر من أربعة عشر ألف شخص ناتنياهو وكاري ومشرعون كبار من الحزبين كانت لهم مواقف هنا لكن أولوية الإيباك كانت إقناع الكونغرس بفرض عقوبات إضافية على إيران لم تنفذ بعد فشل اللوبي في الحصول على أصوات كافية من الديمقراطيين بسبب معارضة الإدارة الإيباك تبقى قوية ولديها الكثير من التأثير ولكن هناك حدود لهذه القوة رئيس مصمم على التفاوض مع إيران لم تتمكن جماعة ضغط من إيقافه في السنوات السابقة وبعد انتهاء مؤتمر إيباك يتوجه مؤيدوا اللوبي إلى مشرعيهم في مجلسي الشيوخ والنواب لإقناعهم بالتصويت لصالح قرارات جديدة مؤيدة لإسرائيل لكن الأمر مختلف هذه المرة هذه المرة تقتصر الأجندة على رسائل غير ملزمة وعلى مشروع قانون قديم لم تتمكن المجموعة من تمريره العام الماضي يتعلق بإلغاء ضرورة حصول الإسرائيليين على تأشيرات سفر لدخول الولايات المتحدة اللوبي فاشل أيضا في إقناع المشرعين بالتصويت لصالح تفويد أوباما باستخدام القوة في سوريا ولم يقم بمعارضة ترشيح وزير الدفاع تشوك هيجل بعد إصرار أوباما عليها رغم معارضة الإيباك للكثير من مواقفه المراقبون يقولون أن هذه النكسات تعبر عن انقسام ما بين الجالية المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة الجمهوريون يريدون التصويت لصالح حقوبات جديدة وإحراج الديمقراطيين الذين تنتهي ولايتهم ومرشحون من جديد لكن إيباك تراجعت وقررت أن لا تدخل في مواجهة علنية مع الإدارة الأمر الذي خلق انقساما بين مؤيد إسرائيل الحكومة الإسرائيلية والجمهوريون الآن يعتقدون أن إيباك تتساهل مع أوباما سابقا عندما تعرض الإيباك لتحديات من هذا النوع كانت النتيجة ارتفاعا كبيرا بالتبرعات التي يجمعها الضعبي من الشقاق العربية واشنطن